اهلا بكم ازايكم عاملين ايه? اه زي ما وعدتكم وصفة البورجر اه الصحي اللذيذ مهما اوصف عن طعمه مش هقدر قديله حقه. النهار ده هنعمل مع بعض وصفة البورجر اللي انتو طلبتوها مني كتير جدا ونأسف على التأخير. هنعملها بطريقتين كده حلوين اه مميزين. وحنقول كمان بتوع الكيتو يقدروا يستخدموه ازاي. ده غير كمان على فكرة ان انا محضر لكم عايش البورجر اللي انتو شايفينه ده. انا اللي عاملاه. انا صورت الاتنين مع بعض. اه بس بقيت محتورة انزل العيش الاول ولا البورجر الاول. بس من كتر طلباتكم على البورجر كررت ان انا نزل البورجر الاول. وعلى طول بعديه انزل وصفة اه العيش البورجر اللي هو الكايزر. اه المعمول بالدقيق الكامل. هقول لكم كمان ازاي تقدروا ان انتم تحتفظوا بيه في الفريزر المدة طويلة جدا. بدأ ما تعملوه كل شوية وتتعاون. اتمنى ان شاء الله الوصفة النهاردة تعجبكم. ما تنسوش لايك. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا استخدمت نصف كيلو من اللحم المفروم البقري بدون دهون خمسمية جرام. هنقسم الكمية على مرتين. الكمية الاولى هزيف عليها ملح بحري او اي ملح عادي. آآ فلفل اسود. آآ توم بودر. كمان هرش رشها من القرفة. دي اختيارية. هحط البابريكا. ونص معلقة من آآ بودر. هخلط الخليط ده مع بعض. احنا مش بنعجي نجيمت دي. يعني احنا مش بنعجي زي الكفتة. البورجر مش زي الكفتة البورجر بس بتعجن عجنة بسيطة. الخليط التاني هحضر له حوالي بصلة متوسطة. مع كمان آآ حوالي كوب من آآ البقدونس. انا هضيف كمان الفلفل ولكن هيكون حار. عشان الوصفة دي انا هعملها سبايسي. آآ طبعا دي اختيارية لو بتحبوا الحاجة حرقة او كمان الحاجة الحرقة حلوة بترفع معدل الحرق. آآ براحتكم. ممكن تضيفوا فلفل عادي. هحطها على الكمية التانية وهضيف برضو ملح بحري او ملح عادي. بس هزود كمان آآ على كل البهرات اللي فاتت. هزود الشطة اللي هي الحمراء علشان تدين يعني عن التاني. يعني بس نفس كل المكونات آآ معادة زيادة الفلفل الحار والآآ الفلفل البودر الحار والبقدونس آآ والبصل. وكده الكمية التانية بقت جاهزة معنا. هنيجي بقى لموضوع التشكيل. انا هجيب ورقة زبدة احط عليها الخليط الاول. وعليها ورقة زبدة من فوق. وابدأ ان انا اعمل زي رول كده. واخطار السمك بقى اللي انا عاوز يشوفوا انتو عيوزينه ساميك اوي او رفاية. انا بعمله يكون متوسط. حتى حجم البورجر شوفوا الحجم اللي رايحكم. انا عملت الحجم ده. هو بيكش شوية صغيرا عند التسويع. لكن انا بحب الحجم ده يكون متوسط. عايزين تكبروها شوية براحتكم. بعدين بلمها كده بالمعلقة بحيس علشان احافظ على الشكل الدائري بتاعها زي ما انتو شايفين. ده القوام اللي انا بفضله حجمها متوسط. ومشتخينة قوي يعني متوسط. علشان كمان في السواء تقدر تستوي معنا كويس. بحضرها ازاي بقطع ورق الزبدة او حتى لو عندكم ورق بلاستيك عادي تبدأوا ان انتم تحطوا ما بين كل واحدة واحدة ورقة علشان بعد كده لما تيجوا تحطوها في الفريزر وطلعوها طلعوها بسهولة ما تكونش صعبة عليكم او تلزة او تتكسر او تتبهدل. فعلشان يكون سهل عليكم الموضوع. هعمل بقى باقي الكمية يعني كل ما اعمل اخد الباقي وارجعوا تاني واعملوا على شكل آآ دائري زي شكل بورجر بالزبط. اللي ما عندوش الادوات اللي فاتت زي ورق الزبدة والرول والحاجات زي كلها هيقدر عايزة يشكلها بايده يعني تقدروا تعملوا كرة كده وتضغطوا عليها وتنظموها بايدكم ممكن عادي ان انتم تشكلوا البورجر مش لازم كل الادوات اللي فاتت. كده انا خلصت الكمية الاولى اللي هي مش سبايسي العادية اللي تقدروا تدول منها لأولادكم. وادي شكلها النهائي وهي مرصوصة تقدروا على طول ان انتم تفرزوها وتحطوها في الفريزر. وبعدين بقى هحضر الكمية التانية اللي هي بخليط الخضار والفلفل. ده بيعني بيدي للبورجر مكهة قوية جدا سبايسي لان في ناس تحبوا سبايسي. وادي الكمية التانية برضو رصتها بنفس الشكل علشان اقدر احتفظ بيها في الفريزر وكل ما يجي اعمل اطلع عادي من الفريزر واسوي اه ما يبقاش بقى اخد مننا مجهود تقدروا على فكرة زودوا نص الكيلو ده لأي كمية انت عاوزينها. وده الشكل النهائي. طبعا يعني اساسا شكله الواحد وكده هي شكله جميل جدا. ادي النوعين. العادي والسبايسي. وقادي الشكل لما هنحطه في الفريزر زي اللي انتو بتشتروه من برق بالزبط. شايفين الجمال? هنبدأ بقى موضوع التسوية. اي صنية بقى عندكم او في الفرن حسب التسوية اللي انتم تحبوها. انا بستخدم الشوادي عادي بروش عليها رشة زيت زتون بسيطة جدا. وببدأ ان انا اعمل عليها البورجر بتاعي. تقدروا تستخدموا آآ صنية عادية اللي هي بتاعة القلي العادية. تروشوا فيها رشة زيت زتون بسيطة وتبدأوا ان انتم آآ تسووا البورجر بتاعكم. تقدروا تحطوا آآ على لو عاوزين بقى يعني ما تصفي من نسبة الدهون اللي فيه تماما. تقدروا ان انتم تحطوه على الشواية وتفتحوا عليه الفرن لمدة مثلا عشر دقايق او ربع ساعة. هيستوي معاكم. ولكن مش هتشوفوا الصوس اللي بيبقى شوية بيبقى جوسي شوية. انتم شايفين البورجر جوسي شوية يعني طاري كده. في نسبة من السوائل لو حططوه في الفرن مش هتلاقوا نسبة السوائل دي خالص. بس هحطوا صنية من تحتيه لانه هينزل الزيوت بتاعته علشان ما تنزلش في الفرن وتعمل بقى خانوا وبعد كده اديكم في التنظيف. حطوا من تحتيه صنية. ده الشكل النهائي بتاع البورجر بتاعي. انا بحب اعملوه الصنية علشان يعني يديني كأنه الشكل المشوي شوية. وبرضو بيديني الطعم المشوي انتم شغالين فيه تشموا الريحة. الريحة بتاعته خطيرة جدا جدا. وده الشكل معايا زي ما قلت لكم كده هتحسوا انه هو جوسي آآ شوية يعني فيه شوية سوائل عادي جدا. السنة بحب ان انا طلعه كده ما يبقاش ما ينشافش قوي مني علشان يبقى طعمه طاري وطعمه حالفه. طبعا انا حضرته مع خبز الكايزر انا عملته دي الحبة الكاملة. حينزل على طول الفيديو بعد الفيديو ده على طول. نبدأ بقى ان احنا نعمل البورجر بتاعنا زي ما احنا عاوزين. هحط بقى شريحة خاصة وطماطم وفلفل دلعوا بقى استندوتش خضار عادي زي ما انتم عاوزين. وده الشكل استندوتش بتاعنا. انا بحب اضيف عليه الفلفل. دي فوق الاضافات اللي انتم تحبوها. تقدروا بقى تعملوه في البيت. تديوا لأولادكم حاجة مضمونة من غير ديوء. دهون غير صحية. لان طبعا البورجر اللي بيبقى موجود في السوق بيبقى فيه كمية دهون غير صحية مها درجة فضيعة جدا علشان تديله طعم لكن انتم هتلاقوا الطعم بالزبط. بالنسبة بقى للطول الكيتو. كل اللي احنا هنستخدمه. هنحط شريحة الخاصة هنعملها كأنها توست. هنحط كأنها ساندويتش يعني هنستغنى عن آآ عيش الكايزر. انا بحب الطريقة دي جدا تقدروا استخدموها كمان في عشا يعني حتى الناس اللي لو كار بقوا اي نظام يقدروا عملوا البورجر آآ كده برضو مش غزم ان هما يستخدموا العيش الكايزر. لكن بقى بالنسبة للناس اللي هي بتحب ان هي تاكل بورجر مع العيش تقدر بقى تستخدم ده. ده انا حطيت له مايونيز آآ قليل الدسم وده كان لولادي يعني مش ليا مش شرط ان انتم تستخدموا مايونيز برضو دي حاجة ترجع لكم. وده شكل الساندويتشات في الآخر. ده يعني حاجة كده صنع البيت. ما اخدش مني وقت. حتى لو اخد مسلا وقت يوم. هتعملو كمية بورجر كبيرة جدا تقدروا تستخدموها بعد كده. هتعملو خبز الكايزر ده في البيت حاجة مضمونة. الساندويتش كله مضمون. حاجة نظيفة. مفيش دهون غير صحية. تقدروا تاكلوا منها بامان. قادي بتوع الكيتو كمان يقدروا ياكلوا الشكل ده عادي. شكله جميل جدا اساسا لوحده انا كلت اللي هو من غير صراحة من غير خبز يعني حبيت ان انا اكل الطاقم من غير خبز لقيته هو هو فقلت اوفر الخبز واكل اللي هو زي الكيتو. انا مش كيتو انا بمتابعة نظام السيام المتقطعة. بس لقيت ان طعمه لذيذ جدا كده من غير الخبز فقلت ان انا اكله النهاردة من غير الخبز. فانتم ممكن تشكلوا يعني مرة تاكلوا مع خبز ومرة من غير خبز بحيث انه يساعد ان انتم تنزلوا في الوقت آآ في الوزن اسرة. اتمنى ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ترجعوا تكتبولي في الكومنتات. واتمنى ان انتم لو عملتوها تصوروها لي وتبعتوها لي على انستجرام يام يام هلسي. علشان انا ازلها آآ عندي بالهنة والشفا باي باي.